اليوم عندنا موضوع كتير حلو وجديد ما إلو دخل بالعلاقات العاطفية إلو دخل بنقل الأخبار السيئة في أشخاص للأسف ما عندهم إتيكيت نقل الأخبار السيئة أو خلينا نقول نقل الأخبار السيئة إلو بروتوكول هلأ هون ما عم نحكي عن لا سمح الله أخبار الوفاة لأنه هاي أخبار كمان يعني لازم الواحد يكون كتير حريص وهو بيبلغ عنها بس بنفس الوقت في كتير أخبار سيئة ممكن أنه أنت توصلها للبني آدم إذا كنت بتعرف الأسس والعندك هيك السنس عندك الحس كيف تنقل الخبر كتير وقعه بيكون أقل ضررا على الشخص المتلقي أنا مثلا بفترة من الفترات كنت غراب البين بحيات نادية آه يا عمري ذكري دغري يعني آه هلأ شوفي رهوفتي هلأ الشخص اللي عن جد قلبه عليك هو اللي بيوصل لك الخبر زي ما هو ولكن بطريقة يعني بطريقة فيها حنية صح يعني لازم تكون طيب وإنت عم بتوصل الخبر هاي شغلة كتير أساسية هلأ إيش تاني في ناس حفاظا وحرصا على مشاعر الآخر بيبلشوا ببعض المقدمات والمحادثات التمهيدية اللي ما لها علاقة بالموضوع يعني مثلا أنا وعلاقتي بيرهاف مثلا علاقة مش رسمية وممكن اليوم دي أوصلها خبر أعد أنا إياها مثلا آه حبيبتي كيفك كيف ماما كيف حكام هون بعرف إنه الطقس اليوم بارد شوي فلاص دخلنا بالشتاء يمكن حلو عليك الأخضر يا عمري فهمتي شو أصدي خير شو في مثلا جوزك اتجوز عليك مثلا فبتصفرها فاهم إنه طبيعة علاقة بناديا مو هيك طب بناديا ليش دخلت بهاي الأسئلة إذن في قنبلة مية بالمية صح ولا لا طبعا فأنا بحرق أعصابك قبل معطيك الخبر الأساسي وبعدين بتعرفي شو مثلا أنا دايما بقول هاي كتير بتصير معانا على الهواء هلا لأنه إحنا كمان بصحصح صرنا متعودين على صحصح نوعا ما يعني شو عم نحكي عن 14 سنة 15 سنة تقريبا فمرات كتيرة بيدخل أشخاص من زملائنا بيئة العمل بينقلوا لنا مثلا خبر بالفاصل أو إحنا بالبرنامج إحنا بالبرنامج على الهواء مباشرة النقد اللي بيصير مودنا كيف بينقلب ففي كتير إشي مهم إنه لازم أنت تختار الوقت والمكان المناسب لما بدك تنقل خبر سيء ما بزبط أنا مثلا قاعدي والله أنا وناديا بعروس أجي أقولها آه باي the way مبارح شفت جوزك مع وحدة أو عرفتي مين مريض مش مناسب الموقع لازم تختار الوقت والمكان المناسب لنقل الخبر وإذا الخبر جدي قوعك إنك تنقله بسخرية أنا اللي بيجي بمزح معي وبيعطيني مثلا خبر سيء بخص مثلا حياتي اللي نفترض بطريقة ساخرة يعني بجرحني أكتر من الخبر اللي سمعته آآ آآ شوفي رهوبة صح آآ زمان مرة أبوي أظم حكاية النقطة مع أنه أبوي بحكي شنوكات يعني حبيبي آآ أو سمعها فنقلها يعني إيه لها علاقة بقول لك في واحد بالجيش بده يخبر يعني شخص موجود من الجنود يعني إنه أبو توفى آآ فالمهم فدخل مش عارف كيف بدوا يحكي له السلافة المهم فحكى بدي أطلب من كل الأشخاص اللي أبوهم متوفي يوقفوا على اليمين آآ موقفوا على اليمين قال لهم محمود وقف معهم يي حرام صاري بس يعني شخبر الله هم مش عارف كيف بده يجيب له إياها فمحمود وقف معهم فالفكرة آآ يعني لازم يكون في دائما تمهيد لطيف يكون فيها طيابة اسمها يذكرتيني بالقصة عصيرة أبوكي بابا مرة نحط بموقف محرج قاعد هو واحد هو يعني جوز صاحبة ماما فهو مش كثير صاحبه فهو بده يعمل معه اجتماعيات ويقول له شو عصام طمني عنك كيف الوالد قال له عوني الوالد توفى من 3-4 سنين وانت اجيت عزيت فهو نحرج فمش عارف كيف بده يستدرك اللقطة قال له بعضه بنفس المجبرة يا عمري يا حبيبي عوني واداك مات الزلمة يا راح يا راح بدها سرعة بديها بدها سرعة بديها اول اشي لما انت بدك تنقل خبر سيء لشخص مثلا انا شخص بده يجي يقول لي انه شاف مثلا شخص بحبه مع امرأة اخرى ما بزبطش ترمي هاي الجملة وتغيب يعني مغيب قررت انت تبث هاي الخبرية او تنقل هاي الخبرية جهز نفسك للعديد من الاسئلة بمعنى المتلقي راح يسألك وين كيف ليش كان مبسوط مين هي اما ترمي الجملة بعدين تغيب انا هدول اللي بيبعتوا على واتس اوب مثلا بعدين مثلا بترجع بتسألي كمان سؤال مافي هو عطاك المعلومة انا ما بقدر هيك هذا الاشي لقنا جد بعيدا عن السخرية جد مؤذي زي اللي بيحطلك على الفيسبوك صورة سودا وبيغيب خمسة عشر ساعة ويحن سنقول له مين مات بالظبط بالظبط كله هذا شو يحكي يا جماعة طمع احنا بتلعبوا بعصابنا بالظبط واحنا قلقانين عليكم يا احنا من باب القلق صح رهوفة قال تخيلي شو بقولك انت لما تنقلي خبر سيء لشخص توقعي اي ردة فعلي يبكي يسب اه يعصبك صح فانت اللي نقلت الخبر انت اللي بوجهه فانت لا تعتقد بانه انت بتكون بحاجة لشخص انه يخفف عنك لانه انت صورة الضحية لانك انت نقلت الخبر لا انت نقلت خبر سيء الله يعينه على مصابه هلأ شو كانت ردة فعله بوقتها ما بتقدر تلومه عليها شو ما كانت مظبوط بتعرفي مرات بلاحظ او بشوف كيف لما لنفترض العم او الخال ينقل مثلا خبر وفاة لاحد الابناء انه توفت امك او ابوك اه مظبوط انا مرش بتواحد ضربه طبعا انت بصير في عندك غضب بصير في عندك صورة غضب فجائية فانت بكون شعورك انه اللي نقلي الخبر هو من مسبباته وبتصيري تكرهي طبعا شو دخلني انا نقلتلك انا شو خصني بتعرفي كيف دايما فيه بالعيال شخص غراب البن طبعا لما بيرن التريفون بتعرفي انه قامت لأيام مرات بيكونوا رنين عادي بس يتطمنوا عليك بس انتي خلاص بتربطي الاخبار السيئة بشخص معين يعني كيف بيكون مثلا فيه لنفترض شخص متقدم بالعمر هو عنده كل اخبار العيلة ما بيرن الا لما في حالة وفاة او مرض او يعني مثلا سرطان مثلا مرحلة رابعة احنا هيك عنا بالعيلة في هذا الشخص موجود فاحنا كلنا حاطين لرنة لما يرن تريفوننا اغنية ليالي الحلمية ومنين يجينا الشجن اذا كان ملاحا اذا مثلا بلشت ومنين يجينا الشجن وسكر اعرف انه في حالة اغماء رنة سرطان مرحلة اولى طلعة تطلوة اعرف انه في عن نهاية من العب والله شر الملياتي ما يضحك الله العظيمة هلأ فيه شغلة كتير مهمة بعيدا عن اخبار الوفا والمرض لما انتي بدكتون قولي خبر سيء لصبية بخصوص مثلا علاقاتها العاطفية احنا النساء عنا مشكلة انه احنا ما بنكون صادقين مية بالمية لانه بدنا نراعي مشاعر اللي امامنا يعني الشباب بين بعض بيقولوا اياها بوضوح وصراحة خلاص هاي البنت ده تخطب احنا مثلا شفتوا مبارح ما كان مبسوط يعني قاعد مثلا مع عشرين بنت بس هو كاهس هذا حكي فاضي والبنت اللي قاعد معها بتخزي هو مكتئب وبيتطلع على الباب باستناكت فوق ايوة وحكى لصاحبه هذا اسمه حكي فاضي وانت عم تعطي امال كاذبة جدا فيك كونوا زي الرجال الرجال واضحين وصراحين بكل اشي بيحكوه او الاشي ما بيبهروا ما بيملحوا ما بيخترعوا ولا بيعملوا دكتور نفسي للشخص اللي شافوه خلاص انا شفته قاعد بتعشى قاعد جدا بس شهيته كانت لا ناد يا حرام لا لا رهف ما كمل الصحن عدوشو بتلاقيه غافص رهف اكل بس الجزر اه يا حرام لا كايس مبين مبين لا لا قادر حكي مش مزبوط لا كايس ولا مايس هيو مكيف وانت قاعدة وانت صافني بالظبط هلا اسمع وبيتحكي لكم شغلة هذا اللي حكته رهف كتير مهم موضوع المصداقية او الصدق والهذا وتكوني انت صريحة هلا طبعا تختلف الاخبار بمدى جديتها يعني انت لما تقول لشخص انه خسر وظيفته غير لما تخبر شخص انه والده توفى بالظبط مصبوط اه تقدر انك تميز يكون عندك ذكاء عاطفي فيه دكتور هون ارجاله تحية بحكي لي نادية هو بيشتغل بين هون وبين اميركا اوكي بحكي لي حتى نقل الخبر الى المريض بيختلف باختلاف التقافة نعم تقوله كيف قال لي هون مثلا بدك تقولي لشخص انه عنده كانسر ليه نفرض مثلا انت بتقول لعيلتو بتقول لهذا خبروا او لا تخبروا فهو بروع مركز الحسين بنهار انا ليش هون مثلا هناك بقول صار فيه مرة حادثة بقول قاعد انا مع مريض واهله عنده كانسر رئع فهو شو بقول للمريض بقول له لو سمحت بس تطلع شوي برا خليني بدي احكي مع ابوك وامك قال له دكتور انت فاهم غلط هم اللي لازم يطلعوا هم اللي بطلعوا قال له كيف يعني قال له it's my life هي حياتي وهو قراري صح فانا اللي بدي اعرف عنه مش هم اللي بديم يعرف وهذا واحد تينين عم بحضر كنت from scratch على نتفليكس كمان احنا ما منكون صادقين مع الاطفال عشان to save them عشان نوفر عليهم انهم يعيشوا بصدمة عطفية بعدين بكبروا بكتشفوا ان الحياة كلها كفوف بقول لك انا وين كنت عايش بالمدينة الفاضلة ابوها بتوفلها البنت وهي صغيرة عمرها 8 سنين كأنه المهم فهي بتقول لهم اسمعوا انا ما بدي اياها تشوفوا كذا راحت عن تاربس شو بتقولها الدكتورة نفسية بتقولها انت تعرف كيف لازم تخلي بنتك تتعامل مع هذا الحدث قالت لها كيف قالت لها باللحظات الاخيرة لابوها توفى هو بتفوتيها على الغرفة بتعطيها معه دقيقة لحالها وبتسكر الباب قالت لها كيف يعني قلت لها خليها تلمسه تودعه خليها تودعه خليها تحكي معه خليها توعده خليها تشوف ملامحه للمرة الاخيرة وهي طفل عمرها 8 سنين هيك مظبوط بلحظتها صعبة بس بعد ذلك هي تستطيع ان تتعامل معها لترومة بحياتها بشكل اكثر توازنا مش بابا سافر مش بابا سافر ان شاء الله برجع مية بالمية بس ما هي شفتي ب انا طبعا الله يسامحها نادية دلتني عليه طبعا انا اي مسلسل نادية بتقولي عنه لا تحضروا لانه كآبة السنين عرفت حزن يعني دمرتني بس انا وصرت حاضرته وتعلقت فيه مية بالمية بعدين بيغرك هو اول الحب اول الحب انا اماري 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 سيسلي وفاستا وفلورنس انا قلت غريب حبي اشي متفائل لا اول مرة في كآبة النهاية شفتي لما تكون لما بعد ما وفات ابوها البنة نايمة جنب امها فهي عم تبكي فالام مش فاهمة انه ايش صار هلأ يعني شو اللي بكاكي هلأ بتقولها انه كلهم بتعاملوا انه هو بس جوزك وبينسوا انه ابوي كلهم بيطبطبوا على الام كلهم دايرين بالهم على الام كلهم بيطبطب على الام بنسوا الاولاد بنسوا انه هذا ابوي كمان ليش بس هاكلانين همك ليه بتعاملوا انه بس انتي مرتو انا كمان بنتو الله يخليكم اهليكم مسلسل حلو صراحة فيه جرعة الدراما كبيرة بس حلو موسيقى اشفر موسيقى موسيقى شكرا